أهلا بكم أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية دور المجلس في رسم السياسات واقتراح التشريعات المتعلقة بحماية هذه الفئة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا بالمشاركة مع الجهات المعنية مشددا جلالته خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد على ضرورة معالجة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع الحكومة ولفت جلالة الملك إلى ضرورة العمل على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية ومسيرة التطوير والتحديث بدوره أشار سمو الأمير مرعد إلى أن الإنجازات التي تحققت للأشخاص ذوي الإعاقة في عهد جلالته تدعو إلى الفخر وتحتم على الجميع مواصلة بذل الجهود من أجل الوصول إلى بيئة مجتمعية وخدماتية خالية من العوائق